لمح ان الاهلي كده كده خسران من اتحاد جدة مفيش في امل في الفوز والعمر هيكون فيه اخر مرة فاس فيها الاهلي كان على ايام الكرة الجبس ده اللي قاله ولمح بيه الاعلام السعودي وليد الفراج اللي شايف ان الاتحاد هيكتسح الاهلي وازاي صخر من الاهلي ورد الاعلاميين المصريين عليه كان صعبه جديد كل ده واكتر هتعرفوا معايا في الفيديو ده خليكم معينا مرة تانية يكرر الاعلام السعودي الكبير والد الفراج تهكمه على النادي الاهلي هو مش تهكمه سخرية بالمعنى الحرفي لكنه تفخيم من نادي الاتحاد السعودي وفي نفس الوقت تصغير من النادي الاهلي المصري كل ده علشان فيه مباراة مرتقبة بين الاثنين الفترة المقبلة قبل كده الفراج قال انه مفيش نادي في مصر زي الاندية السعودية خصوصا نادي الاتحاد جدة النهاردة بقى طلع وقال إنه عموماً الأهل المصري عمره ما هيكسب نادي اتحاد جدا دي آخر مرة فاس فيها الأهلي على الاتحاد كان من قديم الزمان أيام الكورة الجبس هو قال كده بالنص زكر الكورة الجبس يعني كتعبير عن الحالة ورؤيته للنادي الأهلي المصري الفكرة إنه والد الفراج قال كده لما مشجع مصري فكروا إنه آخر مرة فاس فيها النادي الأهلي المصري على نادي الاتحاد كانت بنتيجة كبيرة كانت بخمس أهداف مقابل هدف واحد فقط لنادي اتحاد جدا وشكل كده وليد الفراج مش معترب بالمباراة دي وشايف حال الفرقتين دلوقت غير زمان خالص وبعيداً بقى عن إن الحال تغير ولا لأ بس فيه في الأعلام المصري أعلامين حابوا يردوا على وليد الفراج مثلاً الأعلامي إبراهيم عبد الجواد طلع وقال إنه أصلاً أيام الكورة الجبس ما كانش فيه غير الأندية المصرية النادي الأهلي ونادي الزمالك لكانت فيه أندية سعودية ولا حاجة من دي وكمل برضو إبراهيم عبد الجواد كلامه وقال إنه نفس تكون المباراة الجاية بين الأهلي المصري والتحاد جدا مباراة ممتعة وجميلة فيها تستمتع الجماهير باللقاء بين اتنين من كبار الأندية في الوطن العربي وأكد إن المباراة هي حفل قروي جميل بعيداً عن المشدات والخلافات وكل الكلام اللي بيتقال